في عشرة مدارس داخل محافظة نينوى كمرحلة أولى أطلقت مديرية تربية المحافظة مرحلة ثانية من مشروع التعليم المدمج لتطوير وسائل التعليم وإدخال التكنولوجيا في نظام التدريس داخل المدارس نعمل مجل تشمل كافة مدارس نينوى في موضوع التعليم المدمج اليوم التعليم الورقة ليس كافي بالتأكيد هناك بعد توزيع هذه التابات على طالباتنا وطلبتنا الأعزاء كان هناك جذب للطالب نحن مدرسة وبالتأكيد هناك لتقليل التصرف في المدارس باستخدام الأجهزة اللوحية وصبورات ذكية يؤدي طلبة والتلاميذ ويتلقون دروسهم ضمن منهاج التعليم المدمج تمهيدا لتعميمه على جميع مدارس المحافظة بتطبيق بنامج التعليم المتكافئ المدمج الدمج بين التكنولوجيا والمعلومات واللوحة والكتاب وكان له النتائج مرضية في مدرستنا بعد تطبيق المشروع فقد ارتفعت نسب النجاح معدلات الفصل الأول عن نصف السنة لطالبات الصف الخامس والسادس اللي ابتداء لأنهم المشمولين بهذا البرنامج ويسير التعليم الحكومي نحو إلغاء تدريس التقليدي وإدخال تكنولوجيا المعلومات ونظم التدريس الحديثة ضمن مناهيجها لمؤكبة التطور العلمي والتدريسي في بلدان العالم عمر أزيدواني نيوز الموصل